السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في سلسلة من البرامج التدريبية المهمة لأعضاء ديكسين وفاتحة هذه اللقاءات بعون الله تعالى ستكون حول ثقافة الاستهلاك الصحي مع منتجات أو شركة ديكسين القابضة طبعا الرسالة المعروفة لديكسين التي ندندن حولها دوما هو أن نجعل العادة الاستهلاكية عادة استثمارية من خلال المنتجات الصحية التي تقدمها ديكسين ومن خلال نظام ديكسين المتخصص في البيع المباشر هذا النظام الذي هو لصالح المستهلك جملة وتفصيلا وبعون الله تعالى في هذا اللقاء سوف نعرج على أهمية الاستهلاك الصحي في حياة المستهلك بشكل عام رسالة ديكسين هي المحافظة على صحة الجسمي وصحة الإنسان من خلال قاعدتي التخلية والتحلية للوقاية قاعدة التخلية بمعنى منع الجسم من الأغذية هابطة الطاقة والقيمة الغذائية والتي هي مضرة بجسم الإنسان وكذلك ترك المستهلكات الشهرية ذات المضافات الكيموية والتي تؤثر ولا شك على الجلد ثم كامل الجسم من خلال دخولها من الجلد وترسبها في الكبيد وغير ذلك من أعضاء الجسم ثم قاعدة التحلية والتحلية بمعنى إمداد الجسم بالأغذية متوازنة الطاقة والقيمة والألياف الغذائية وكذلك استبدال المستهلكات الشهرية بمستهلكات طبيعية وذات مضافات صديقة للبيئة وغير ضارة لجسم الإنسان هذه هي رسالة ديكسين بشكل مختصر لكل مستهلك حكيم لعله من المستحسن أن نعرج على أسباب تكون الأمراض في جسم الإنسان الأمراض مهما كانت فإن أسبابها لن تخرج عن ثلاث أسباب السبب الأول تجمع السموم في جسم الإنسان وذلك من خلال الغذاء الملوث والماء الملوث والهواء الملوث لا شك أن الغذاءنا كله دجاج مضروب هارمونات وخضار وفاك مليان كيمويات إلى آخره كذلك الماء لنشربه كله كلور وفلور وما معلب في بلاستيك وعلى بلاستيك الهواء لنسنشقه كربون سيارات وكربون مصانع إلى آخره ثم نقص العناس الغذائية أهم العناس الغذائية فيتامينات والبروتينات والفيتامين والبروتينات لجسم الإنسان مثل البترول للسيارة لا يمكن أن السيارة تمشي بدون بترول كذلك جسم الإنسان لا يمكن أن يعمل بلا فيتامينات وبروتينات ثم نقص الإنزيمات الإنزيمات يقولون علماء التغذية هي الحياة هذه العناصر الغذائية الإنسان يأتي بها من خلال غذائه إذا كان غذائه دجاج مضروب هرمونات وخضار فواكي مليونة كيمويات والملوث كولور وفلور وما معلب فبالعقل والمنطق من أين تجتمع في جسمه عناصر وفيتامينات وبروتينات وإنزيمات طبيعية لا شك أنها لن تكون طبيعية فبالتالي لا شك أن هناك نقصا كبيرا في أجسامنا والسبب الثالث سلبية العقل والفكر العقل يتغير من خلال سلبية البيئة التي تحيط بالإنسان إذا كانت بيئة كلها مثلا ضوضاء وحشرة وصراخ وعويل وكذلك إذا كانت بيئة ملوثة بأنواع الكربون وكذلك الإنسان يتأثر من خلال المجتمع السلبي المحيط به المجتمع أولا الأبوين ثم الأقارب والأصدقاء إلى آخره ثم الإنسان نفسه والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نحن في دي أكسن نغير الأنفس ونغير الناس وبالتالي نغير الصحة وكما أنه للأمراض ثلاث أسباب فإن أسباب إزالة الأمراض من الجسم هي ثلاث أمور كما أن هناك تجمع للسموم ونقصا للعناصر الغذائية وسلبية في العقل والفكر فإن الأمر الأول المهم لإزالة الأمراض من الجسم هو إخراج السموم وذلك من خلال أغذية مقوية للجسم والمناعة حتى يقوم جسم الإنسان بإخراج السموم المترسبة في القولون والكبد والكلا والجهاز التنفسي وعموم خلايا الجسم من خلال هذه الأغذية العالية والمفيدة ومتوازنة الطاقة ثم أمداد الجسم بالعناصر الغذائية يعني بأغذية غنية بالعناصر الغذائية بالانفيتامينات والبروتينات والإنزيمات والمعادن والآخر هذه لا بد أن تكون طبيعية لا يمكن أن تغذي جسمك بعناصر غذائية كيموية فهذا لا يمكن أن يعالج الجسم وأن يشافي الجسم فحتى تؤدي أعضاء الجسم وظائفها وحتى تؤدي الغدد بأنواعها وظائفها بما فيها الغدة الدرقية والغدة الكذرية وغدة البنكرياس الآخري لا بد أن تدخل في جسمك عناصر غذائية طبيعية حين ذلك سوف تقوم وظائف أعضاء جسمك باستعادة وظائفها الطبيعية ثم تحسين العقلية والفكر أن تحسن عقلك وفكرك بالإيجابية والتفاول وتغذية الجهاز العصبي والجهاز الهضمي بما يهمهما من العناصر الغذائية فطبعا لا شك أن الجهاز الهضمي والجهاز العصبي مترابطان فأي تغذية للجهاز العصبي تفيد الجهاز الهضمي وأي تغذية للجهاز الهضمي تفيد الجهاز العصبي وهذا الذي نقوم به في دي أكس من خلال الأغذية عالية القيمة وعالية الفائدة من الريش وغير ذلك حتى يكون جسمك سليما فعليك أن تترك الأغذية هابطة القيمة الغذائية الأغذية الهابطة تضر بالجسم ولا شك ولا تفيد الجسم بتاتا فعليك وعليك أن تترك جميع أنواع الوجبات والسريعة والحلويات يعني البرقر والبروست والمعجنات والحلويات والكعك وما شابهها أو على الأقل الواحد يقوم بالتخفيف منها قدر الإمكان ويعني أنا دائما مع كلام علامة التغذية الدكتور محمد الفايد إذا الشيء ما هي في جسمك يا أخي ليش تدخله في جسمك إذا نترك أفضل وأحسن كذلك أترك جميع أنواع الأغذية المعلبة مثل التونة والفاصولية واللوبية والأندومي وشابهها أو على الأقل قم بالتخفيف منها قدر الإمكان أو أتركها بتاتا كذلك أترك جميع المشروبات المصنعة الغازية والعصائر أو ذات الألوان مواد الحافظة أو قم بالتخفيف منها قدر الإمكان كما أنه على الإنسان أن يترك الأغذية هابطة القيمة الغذائية عليه أن يعوض جسمه بأغذية عالية القيمة الغذائية ومتوازنة وديكسين تقدم أغذية قلوية متوازنة الطاقة وذات ألياف غذائية وهذه الأغذية التي تقدمها ديكسين مزروعة بشكل طبيعي ولا تحتوي على مواد حافظة وهذه الأغذية تقوي الجسم ومنعته وبالتالي سوف تقوم أعضاء جسم الإنسان باستعادة وظائفها الطبيعية من خلال هذه الأغذية المتوازنة في الطاقة مثل فطر ريشي وفطر كورديسيبس وفطر عرف الأسد وكذلك خليط الألياف الغذائية ميكوفيجي مكنسة القولون وطحالب الاسبرولينا منجا من العناصة الغذائية وعصير النوني هذه كلها أغذية وليست أدوية لا من قريب ولا من بعيد أغذية معينة لجسم وتقويته والآن نعرج معكم على أنواع من الأغذية متوازنة الطاقة من أنواع الفطر أو المشروم طبعا الفطر يعتبر غذاء عالي القيمة ويحوي عناصر غذائية في غاية الأهمية لجسم الإنسان وتقوية المناعة أول هذه الأغذية الطبيعية الرائعة التي تقدمها ديكسين فطر ريشي وهو أهم منتجات ديكسين وهو أساس تأسيس الشركة فطر ريشي طبعا هو فطر طبيعي ينمو متطفلا على جذوع الشجر من خلال هذا التطفل يتغذى من خلال جذوع الشجر على عناصر غذائية كثيرة تخيلوا معي أخوة جذوع الشجر تكون شجرة لها جذور ضاربة في الأرض وتمتص عناصر غذائية وتأخذ هذه العناصر من خلال جذوع لأغصانها وأوراقها يبدأ الفطر ينمو عليها يتطفل عليها يأخذ هذه العناصر الغذائية وبالتالي يعمل على ماذا؟ يعمل على صنع غذائه له لأن الفطر طفيل يتطفل على غيره لا يمكن أن يصنع غذائه بنفسه فمن خلال هذا التطفل تظهر لنا حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال جعله هذا الفطر ينمو على جذوع الشجر يتطفل عليها ليخرج للإنسان كما هائلا من العناصر الغذائية ما كان للإنسان أن يوصل لها إلا من خلال هذا المخلوق الرباني الذي لا هو حيوان ولا هو نبات كما هو معلوم في علمي الأحياء أن الفطر لا حيوان ولا نبات إنما هو يعني يعتبر مخلوقا آخر والفطر بعمومه مذكور في القرآن الكريم كما قال تعالى عن بني إسرائيل ونزلنا عليكم المن والسلوى وفي الحديث الكمأة من المن وماءها شفاء للعين والكمأة نوع من أنواع الفطر كذلك تتطفل على جذور شجرة معروفة في بلداننا العربية وهذا الفطر الذي هو فطر ريشي يحوي أكثر من أربعمائة عنصر غذائي مغذي لجسم الإنسان وبذلك بعد هذه التغذية تؤدي أعضاء جسم الإنسان وظائفها الطبيعية كما أراد الله سبحانه وتعالى ثم عندنا فطر كورديسيبس هذا فطر آخر ينمو تطفلا على دودة ساينانسس هذه الدودة هي تسمى دودة الشتاء ونبتة الصيف كذلك هي تنمو في أعالي جبال التبت والنيبال هذه المناطق العالية التي لا تحوي أو كلما الإنسان صعد في أعالي الجبال كلما نقص الأكسجين تخيلوا معي يا إخوة هذا الفطر ينمو في أعالي جبال التبت وتحت التربة كم يحتاج من جهد حتى يكون لنفسه الأكسجين رب العالمين وضع لهذا الفطر عفوا لهذه الدودة أجهزة تعينه على إنتاج الأكسجين لنفسها فالفطر هذا فطر كورديسيبس لما ينمو على هذه الدودة يمتص منها عناصرها الغذائية ويأخذ من جيناتها بعدما يحنطها وبالتالي يكون هذا الفطر غذاء وظيفيا مهما للجهاز القلب والرئتين والكبد والكلا وتنشيط الدورة الدومية بشكل عام فهو غذاء وظيفي مميز ثم عندنا فطر عرف الأسد فطر عرف الأسد فطر طبيعي كذلك ينمو متطفلا على جذوع الشجر وهو غذاء مهم بشكل خاص للجهاز الهضمي والعصبي طبعا كذلك يمتص من الشجرة ومن جذوع الشجرة عناصر غذائية مهمة وهو فطر مهم لتغذية غيشاء المايلين وكذلك تقوية الحفظ والاستيعاب وبالتالي كما أنه مفيد للجهاز الهضمي فهو مفيد للجهاز العصبي وكذلك بمجرد أن يستفيد الإنسان في جهازه الهضمي سوف يستفيد جهازه العصبي وهكذا العكس هنا يا أخوة يعني لعل الشيء الذي أريد أن أركز عليه حكمة الله سبحانه وتعالى فالله تعالى من أسمائه الحكيم ما معنى الحكيم؟ يعني الذي يضع كل شيء في موضعه الذي يليق به الله تعالى لما خلق هذه الأنواع من الفطور خلقها على جذوع الشجر أو على هذه الديدان وغير ذلك هذه حكمة ربانية عظيمة يعني لا يمكن يا أخوة هل تتصورون معي هل أحد منكم رأى فراشة تنمو في البواليع أكرمكم الله؟ لا يمكن لماذا؟ لأن الفراشة الجميلة في شكلها لا يمكن أن تعيش في أماكن قبيحة وكذلك العكس لا يمكن أن نجد صرصورا يعيش على الهرود لأن هذا الشكل القبيح لا يليق بتلك الوردة الجميلة كذلك لما خلق الله هذه الفطور على هذه الأماكن واختار لها لفطر كورديسيبس دودة ساينانسيس هذا لم يأتي إلا بحكمة عظيمة لا يعيها إلا الإنسان الباحث والله تعالى دائما ذكر في كتاب الكريم أن العلماء هم الذين يخشونه والذين كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء في كل الأمور يخشون الله إذا كانوا علماء حقيقيين يخشون الله ويتقونه ومن خلال آيات الله العظيمة يعرفون قدرته العظيمة سبحانه وتعالى وكما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد هذه الفطور أغذية عالية القيمة خلقها الله تعالى لنا حتى نتغذى من خلالها وبالتالي إذا عرفنا عظيم قدرة الله فإنه يكفينا أن نتفكر في عظيم قدرة الله وعظيم تأثير هذه الأغذية التي خلقها الله بهذه الحكمة الربانية على كيف أنها تفيد الجسم وتقويه وبالتالي يا إخوة هذه الفطور وهذه الأنواع من الأغذية ليست لا من قريب ولا من بعيد أدوية إنما هي أغذية عالية القيمة تفيد الجسم وتغذيه وبالتالي إذا تغذى جسم الإنسان فإنه سوف يقوم بوظائفه التي أرادها الله رب العالمين كما يجب لها وبالتالي لم يمرض الإنسان إلا بعدما دخل في غذائه كما ذكرنا دخلت في غذائه السموم وصار جسمه مترسبا من السموم من خلال الغذاء والمائل والهواء الملوث وهكذا نقصت عناصره الغذائي وبالتالي مرضى وهذا المقطع لعلني أطلت فيه ولعل الإطالة هنا مهمة حتى يعي الإنسان الديكسيني لماذا هذا العضو الديكسيني مخاطب بأن يستخدم هذه الأغذية كثير من الناس يقولون أنتم تبالغون يا أخي الكريم نحن نتكلم عن أغذية خلقها الله تعالى وديكسين لها فضل إنتاجها فقط بهذه الأشكال الجميلة وبنشرها بهذه الفكرة الجميلة ثم نتحدث على أغذية ديكسينية عالية العناصر والألياف الغذائية والخمائر والإنزيمات وديكسين كما أنها تقدم أنواع من الفطور عالية القيمة الغذائية كذلك تقدم أنواع عالية القيمة من الأغذية المليانة بالفيتامينات والألياف الغذائية والإنزيمات والخمائر والبكتيري النافعة فمثلا طحالب سبيرولينا هذه الطحلوبة البحرية التي هي أشهر من أن نتكلم عنها نحن تقول عنها الأمم المتحدة هي منقذ العالم من الجوع لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة لسوء التغذية فهي تكمل نقص الفيتامينات والبروتينات في الجسم بل هي غذاء متكامل في حد ذاته طبعا هذه الطحالب يا إخوة هي كما قالت الأمم المتحدة منقذ العالم من الجوع لعلنا من الوهلة الأولى نظن الجوع الذي هو عدم الحصول على ما يملأ البطون كلا إنما نقصد جوع العناصر الغذائية جوع نقص العناصر الغذائية فهذا الجوع أشد من جوع عدم الحصول على لقمة يسيرة كذلك عندنا الفاكهة الأخرى فاكهة النوني والتي تسميها شركة عصير مورنزي وهي من الشجرة المعروفة بمورنزا ستروفوليا هذه الفاكهة تحوي أو تحتوي على أنزيمات وخمائر طبيعية وبكتيريا نافعة وألياف غذائية ذائبة وغير ذائبة في الماء وكلها مهمة للجهاز الهضمي والقولون بمجرد أن يتحسن الجهاز الهضمي والقولون من خلال هذه التغذية تيقنوا أن الأمور النفسية تتحسن في الإنسان تلقائيا وكذلك عندنا ميكوفيجي خليط من 23 نوعا من الفطري والخضار والفواكه والتوابل والعشاب بما يجعله أقوى معين على تكنيس القولون وإخراج الفضلات المترسبة أو المتحجرة والمتصلبة في إنحناءات والتواءات القولون هذا كثير من الناس أناسألهم كم مرة تنظف أسنانك في اليوم يقول لي مرتين ثلاثة ولما أبادره بالسؤال الآخر كم مرة في السنة الماضية نظفت وكنست قولونك يجعل يده على فمه ويفكر يقول ولا مرة أصلا يعني كثير من الناس يقول أنا أول مرة أسأل هذا السؤال أول مرة في حياتي أحد يسألني كم مرة نظفت قولونك ما في عندنا معرفة وبالتالي صار القولون مليان من السموم لهذه الأمور فالألياف الغذائي مهمة لتكنيس القولون هذه الأغذية الثلاثة من أنواع الأغذية عالية القيمة كذلك تقدمها ديكسين والحمد لله كذا نكون قد عرجنا على أنواع الأغذية عالية القيمة ومتوازنة الطاقة من أنواع المنتجات الديكسينية ويدخل في الغذاء المهم للجسم الماء القلوي كما أنه يجب أن نساهم في جعل أغذيتنا قلوية فإننا كذلك يجب أن نجعل الماء الذي نشربه قلويا ولم تنس ديكسين هذا الأمر فصنعت نظام تصفية وتنقية الماء الفلتر هذا الفلتر معين على جعل الماء قلويا فكما نعلم أن الغذاء الملوث والماء الملوث والهواء الملوث من أهم أسباب الأمراض فالديكسين قدمت أغذية طلوية عالية في القيمة الغذائية وكذلك قدمت هذا الفلتر ونظام تصفية الماء لجعل الماء الذي نشربه في بيوتنا قلويا هذا النظام مكوّم من خمس مراحل المرحلة الأولى مرحلة وعاء تخفيف الشوائب وهو الفلتر الخارجي وهذا مصنوع من الخزف المضغوط ثم يأتينا وعاء الكربون المنشط هذا الوعاء مصنوع من كربون ثمار جوز الهند ثم يأتينا وعاء السيراميك والجيرانيت عبارة عن حجارة جبلية السيراميك والجيرانيت مصنوع من أنواع مختلفة من السيراميك طبعا ونوع نادر من حجر الجيرانيت الطبيعي كذلك عندنا وعاء حبيبات الكربون وهذا يحتوي على اليود وكريات الأيون كذلك عندنا في نهاية الفلتر وعاء المغناطيس وهذا يحتوي على مغناطيس في نهاية الأنبوب وهو أقوى ثمان مرات من المغناطيس العادي كما ترون في الصورة هناك دخول الماء وهناك خروج الماء يدخل من الوعاء الأول ثم ينتهي في الأخير بالخروج من وعاء المغناطيس وبالتالي تشرب ماء كأنما يجري في الجداول الطبيعية في مخلوط مع هذه الأشياء الطبيعية فبالتالي يكون ماء قلويا فالفلتر هذا يساهم في جعل الماء قلويا فكما ذكرنا أن الماء مهم ويجب أن يكون الماء القلوي من اهتماماتنا الأولى لصحتنا وصحة أفراد أسرنا الماء الصحي حياة لكل شيء كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ويتميز هذا النظام بسلسلة كما ذكرنا من الأجزاء والعمليات الحاوية التي تساعد على جعل الماء قلويا مفيدا للصحة وكذلك حتى يصبح يومك قلويا وتأخذ الغذاء القلوي يجب أن يكون عندك اهتمام بالمشروبات اليومية التي تشربها من ذلك المشروبات الساخنة فكيف لو جعلت مشروباتك الساخنة بدل من المشروبات المنتشرة مشروبات ذات قيمة غذائية رائعة لجسمك دي أكسن صنعت أنواع من هذه المشروبات اليومية التي تحتوي على فطر ريشي أو فطر كورديسيبس حتى تكون ذات مضافات عالية وعالية القيمة حتى تغذي جسمك بشكل سليم فالمشروبات اليومية هذه مهمة لك ولضيوفك ولأسرتك أبنائك كل هؤلاء مهم لهم المشروبات الطيبة دي أكسن صنعت هذه الأشياء حتى تكون بدائلة مفيدة لجسمك لا تحتوي على ملونات ومنكهات وبالتالي تكون قدمت لجسمك شيئا نافعا كذلك تقدم دي أكسن مشروبات باردة تحتوي على خمائر وأنزيمات وبكتيريا نافعة مهمة لجهازك الهضمي والقولون طبعا المشروبات اليومية الباردة تعتبر من الجماليات التي لا يمكن أن يستغني عنها الفرد والمجتمع يعني كلنا في بيوتنا توجد عصائر نشرب يوميا أطفالنا يشربون كذلك الضيوف لما يأتون عندنا نشربهم عصائر فما رأيكم يعني لو واحد قام بيستبدال هذه المشروبات اليومية في بيته بدلا من الأشياء التي تحتوي على ملونات ومنكهات ومواد حافظة لا يأخذ أشياء لا تحتوي على ذلك عندنا يعني خل الديكسن خل فطر ريشي مع الأرز وكذلك عصير المورنزي اللي هو المورنزاين المركز ونفس المورنزي لكنها يثمر ناضجة مركز كذلك عندنا عصير الكركدي المركز وعصير الكورديباين اللي هو عبارة عن أنناس وفطر كورديسيبس هذه كلها مركزة تخففها يوميا تشرب منها تضيف لجسمك تغذية من خلال هذه المشروبات اليومية وكذلك تقدم ديكسن للمستالكين وجبات خفيفة ذات قيمة غذائية عالية كما أنك استبدلت مشروباتك الباردة والساخنة بمشروبات مفيدة لجسمك كذلك قدمت لك ديكسن وجبات خفيفة مفيدة لجسمك طبعا هذه الوجبات والحلويات التي هي مهمة في اليوم خير بديل مميز للوجبات السريعة منها حلوة نعناع بلا سكر التي تحتوي على فطر ريشي وكذلك وجبة السريال سبرولينا اللي هي قمح وشعير وطحالب سبرولينا وكذلك زيت جوز الهند البكر العضوي وكذلك مربى الأنناس مع فطر ريشي هذه الوجبات ممكن أن تشكل في الوجبات اليومية تضاف للوجبات اليومية وبالتالي تعطيك قيمة غذائية رائعة وكذلك هي أغذية قلوية بدلا من أن تكون حامضية مضرة للجسم تساهم في رفع القلوي وتخفيض المجال الحمضي في الدم بما أن دي أكسن رسالتها قائمة على التخلية والتحلية من خلال تثقيف المستهلك بأن يستخدم لجسمه كل ما يفيده داخليا وخارجيا كما أن دي أكسن صنعت منتجات داخلية لتغذية الجسم داخليا كذلك صنعت منتجات خارجية للجسم لتغذية الجسم خارجيا من خلال تغذية الجلد فهذه منتجات الإعناية الشخصية اليومية تحتوي على فطر ريشي ومركبات طبيعية أو صديقة للبيئة مهمة جدا طبعا بما أن العضو الأكبر في جسم الإنسان هو الجلد وتغذيته شيء مهم للإنسان فالدي أكسن لم تنسى هذا الأمر فصنعت منتجات العناية الشخصية كمنتج الصابون والشامبو والبوديفوم للعناية اليومية والغسيل الجسم والتنظيفة وكذلك لتنظيف الفم معجون الأسنان بدون فلورايد وسكرين ولتغذية الجلد بالزيوت كزيت التدليق المفيد للعضلات وغير ذلك وكذلك التكريم كتغذية أيضا مهمة للجلد خارجيا وكذلك الحال بالنسبة للمستهلكات فدي أكسن لم تنسهن من منتجات التجميل وتغذية الجلد في آن واحد يعني بدلا من أن تكون المنتجات تجميلية فقط فحسب لا جعلتها دي أكسن منتجات تجميلية وتغذوية للجلد في آن واحد فهكذا يعني الرسالة السامية تكون لم تصنع مجرد منتجات يعني للتجميل إنما جعلتها كذلك تغذوية للجلد فهذه المنتجات من خير البدائل للمنتجات التجميلية في اليوم عندنا مجموعة القانوزي المركبة من ثلاث منتجات تحتوي على فطر ريشي وعندنا مقشر الببايا وزيت الأطفال كذلك مفيد جدا لإزالة آثار المكياج وعندنا أحمر شفاه بأربع أو خمس ألوان كذلك عندنا مجموعة الألوفيرة التي هي عبارة عن خمس منتجات في مجموعة واحدة كل هذه بدائل طبيعية للمرأة لتجميل نفسها وتغذية جلدها طبعا هنا نحاول نختصر موضوع كيف تساهم ديكسن في تنظيم حمضية وقلوية الجسم القاعدة المعروفة للتوازن الحمضية والقلوية 20% و80% معنى هذه القاعدة 80% معناها أن تتناول الأغذية النباتية والخضار والفواكه وهي الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والماء القلوي 3 لتر يوميا طبعا ذكرنا أن ديكسن تقدم مجموعة من الأغذية التكملية القلوية المساعدة على تنظيم حمضية وقلوية الجسم والقاعدة التي تقول تناول الأغذية الحمضية بنسبة 20% الأغذية الحمضية هي الأغذية الحيوانية واللحوم بنوعها والألبان ومشتقاتها والدقيق الأبيض والأرز والمعجنات والسكريات والحلويات والدهون وزيوت المهدرجة والمشروبات الغازية هي هذه أغذية الأحمضية لا يعني ذكرها هنا أن تأكلها أو تشربها أو تستخدمها لكن إذا كان ولا بد أدخلت لا تدخل أكثر من 20% من هذه الأشياء وهذا هو الأمر الذي دعت يعني هذا الأمر الذي دعت ديكسن إلى أن تهتم بهذا الأمر وتصنع منتجات فيها هذه القيمة القلوية هذا الأمر يعني حتى يكون الإنسان سليما كما يعني هو المعلوم يعني وبعيدا عن الأمراض ويعني بحيث أن ما يمرض إن شاء الله يجب أن يكون دمه معتدل ما بين الحمضية والقلوية وهذا يكون بتطبيق هذه القاعدة 80% و20% لتنظيم حمضية وقلوية الدم طبعا لأن مجتمعاتنا ما عندها الوعي الغذائي وما عندها التطبيقات هذه يعني التطبيقات الصحيحة للتغذية فإن الأجسام صارت مريضة أو يعني مهيئة لأنها تكون مريضة وهنا تكمن أهمية أغذية ديكسن التي تقدمها الأغذية القلوية والمفيدة للجسم فهي تساهم في رفع نسبة القلوية وتخفيض نسبة الحمضية في الدم وبهذه الطريقة يكون الإنسان ساهم في بناء صحته من خلال هذا الأمر يعني هذه الأشياء وهذه التطبيقات تعمل على ماذا؟ على التغذية الجسم في بداية الأمر هذا هو الأمر المهم يعني أنك تغذي الجسم بمجرد ما أن جسمك صار متغذي بأغذية عالية القيمة ورائعة ومفيدة ومتوازنة الطاقة صار عنده الجسم قابلية أن يدفع أمراضه بسبب قوة مناعة طبيعية فالجسم في الحقيقة هو أقوى طبيب في العالم هذا الجسم طبيب قوي لكن يحتاج إلى تغذية صحيحة حتى يكون على قوته التي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى بمجرد ابتعاد عن هذا الأمر ويعني قلبنا لهذا الميزان اللي هو يعني نأكل ثماني بالمئة حمضي وعشرين بالمئة قلوي هنا صارت الأجسام مريضة وديوكسين جاءت لتوازن هذه الناحية ولهذا لم تصنع هذه المنتجات الديوكسينية للمرضى والأمراض إنما صنعت الأصحاء قبل المرضى بما أن المريض مريض فإنه عنده هذا الأمر السوء التغذية صار عنده قلوية منخفضة وحمضية مرتفعة مكملات ديوكسين وأغذية ديوكسين طبعا هي مكملات نسميها كتسمية وإلا هي أغذية يعني عالية الطاقة ومتوازنة ويعني مفيدة وقوية جدا هي أغذية بحد ذاتها لكن نسميها هكذا تجوزا بالمكملات فبما أن الجسم صار مريض والإنسان المريض يعني محتاج تغذية نقول له استخدم هذه الأمور لأنها ستغذيك وتقويك وبالتالي ستساهم مع دواء الطبيب في رفع صحتك ورفع قلوية جسمك وتحسين صحتك بشكل عام هذه خلاصة تغذية بمنتجات ديوكسين وهذا هو الأمر الذي ندندن حوله دائما أن الإنسان محتاج تغذية والإنسان لا يحتاج إلى التداوي في الحقيقة الإنسان محتاج تغذية كما قال ابن القيم يعني وقد اتفق قال ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء هذا الدواء زمانو يعني ابن القيم رحمه الله وقال ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه عنه إلى المركب يعني التغذية هي الأساس الأساس ليس التداوي هذا خلاصة ما ندعو إليه في DXN وكذلك DXN كما أنها لم تنسى المستهلكين من تحسين صحتهم والمساعدة على ذلك فإنها كذلك لم تنسهم لتحسين حياتهم المالية فنظام DXN حقيقة نظام استثماري للصحة واستثماري للمبلغ الشهري الذي ندفعه للاستهلاك الشهري فحتى يستفيد المستهلك من هذا الأمر فإن عليه بأمرين الأمر الأول يقوم بتعبية بياناته الشخصية لدى موظف الفرع يعني يقدم للفرع وموظف الفرع رقم تخفيض الشخص اللي يعرفه على الشركة ثم يعني يملأ بياناته في الورق المطلوبة هناك وبالتالي يعطى رقما خاصا به يستفيد منه في جميع أنحاء العالم ثم يشتري مستهلكاته الشهرية بقيمة 100 نقطة ما يعادل 300 درهم إماراتي من المستهلكات المطلوبة له في عائلته وأسرته هكذا يكون قد انضم معنا في عائلة DXN وهناك ثلاث خطوات مهمة لكل مستهلك في DXN حتى يتميز مع DXN الخطوة الأولى استخدام المنتجات فيغير المستهلك مشترياته الشهرية من السوق إلى DXN ويستخدم المنتجات الاستهلاكية الصحية المتوفرة في DXN والمتميزة جدا الخطوة الثانية مشاركة هذه المنتجات ال DXN مع الآخرين من معارفه من خلال التوصية الشفهية التي يقوم بها كل مستهلك بشكل عفوي ويومي فكلنا نوصي يوميا بمطاعم ومحلات وسيارات وهواتف وغير ذلك الخطوة الثالثة بناء فريق وتكوين فريق من المستهلكين بالتدريج ثم الاستمرار جميعا نحن نستمر على هذا المنوال نستهلك من DXN ونبني فريق من المستهلكين ونعيد هذه الخطوات نستخدم ونشارك ونبني كما كنا نستخدمه سابقا في السوق لكن هنا بنظام استثماري هذا خلاصة كل ما يعني يتعلق ب DXN في ناحية منتجاتها استفادة المستهلك منها صحيا أو ماليا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة